اهلا بكم مشاهدين الكرام اعلام روسية تحدث عن تشكيل فيلق افريقي روسي للعمل في بعض الدول الافريقية ما اهمية تشكيل مثل هذا الهيكل العسكري بالنسبة للدول الافريقية وبالنسبة لروسيا وهل هناك فعل اشتغال على ان تحل روسيا خاصة في غرب افريقيا محل الدول القديمة او المستعمرات القديمة مثل فرنسا وغيرها سنتحدث عن اهمية هذا التشكيل وما مدى استفادت الدول الافريقية خصوصا منها هذه الاسئلة وغيرها ستكون محور حديثنا في هذه الحصة من المشهد فاهلا وسهلا بكم حلقة جديدة مشاهدين الكرام من المشهد تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن في تقرير لها كشفت صحيفة فيدو موستي الروسية ان موسكو بدأت عملية تشكيل فيلق افريقي ليحل محل قوات فاغنر هناك بحيث يفترض ان يكتمل هذا الهيكل بحلول صيف العام المقبل ليكون حاضرا في خمس دول افريقية ووفقا للتقرير فان الفيلق الافريقي سينتشر في بوركينفاسو وليبيا ومالي وجمهورية افريقيا الوسطى والنيجر وسيكون تابعا بشكل مباشر لوزارة الدفاع الروسية كما اكد مصدر لصحيفة فيدو موستي المقرب من وزارة الدفاع انه بالاضافة الى الفيلق الافريقي ستعمل في افريقيا هياكل تابعة لوكلات انقاذ انفاذ القانون الاخرى وشركات الخدمات الامنية الخاصة المرتبطة بالشركات الروسية فما اهميته دوافع تشكيل هذا الفيلق العسكري وما اهميته لروسيا وللدول الافريقية المشاركة فيه وما الفرق بينه وبين الشركات الامنية الغربية العاملة في افريقيا منذ عقود موسيقى موسيقى اذا مشاهدين الكرام لنقاشي هذا الموضوع معي من الرباط الخبير الامني والعسكري استاذ محند شقير مرحبا بك استاذ محند شكرا لخبول الدعوة والمشاركة معنا وبين روسيا من موسكو تحديدا الكاتب والمحلل السياسي اندرو انتيكوف مرحبا بك استاذ اندرو وشكرا كذلك لمشاركة معنا وأود أن أبدأ معك استاذ اندرو هذا الحوار بخصوص هذا الفيلق الذي تتحدث عنه الصحافة الروسية وتقول أنه لن يكون مستقلا كما كانت فاغنر سابقا بل سيكون على تواصل واتصال وإشراف من وزارة الدفاع الروسية وتحديدا نائب وزير الدفاع هو الذي سيشرف على هذا الفيلق بداية ما هي الدوافع التي شجعت روسيا على المضي قدما نحو هذا العمل العسكري وهذا التشكيل العسكري آخر مؤتمر أو آخر قمة إفريقية روسية في بوتوسبرغ كانت تتحدث عن تنويع علاقات روسيا مع إفريقيا تحدثوا كثيرا عن الجانب الاقتصادي تحدثوا كثيرا عن الدبلوماسية والجانب السياسي ولكن الحضور العسكري وقعت الإشارات إليه حتى من الرئيس بوتين من أنه يعطي السلاح أو الذخيرة مجانا لدول إفريقية ويدرب كذلك مجانا اليوم هل فعلا هذا الكلام الذي قيل في تلك القمة هي بداية تنزيله على الأرض في جانبه الأمني والعسكري أنا أود أن أشير إلى أن هذه التقارير في وصال العلام الروسية مبنية على مصادر فلم يكن هناك تأكيد الرسمي من قبل الأجهزة الأمنية وتهديد من وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص ولكن ما رأيناه في السابق هي نعم سلسلة الرحلات لنايب وزير الدفاع الروسي يونسبك يفكورف إلى دول الإفريقية المختلفة وليأجيب على سؤالك يمكن أن أقول بأن ما حدث هو قبل كل شيء تمرد قائد مجموعة واغنر في صيف هذا العام وكذلك السقوط طائرت قائد مجموعة واغنر يفجيني بريغوجن فبعد ذلك كان هناك أهمية لترتيب الأمور مع مجموعة واغنر متواجدة في مختلف الأنحاء العالم بما في ذلك في دولة الإفريقية فبعد هذه المحاولة التمرد لما يبدو السلطات الروسية أدركت تماما بأن هناك حاجة لإخداع هؤلاء الأشخاص تحت وزارة الدفاع الروسية فلذلك كان هناك هذه الرحلات كان هناك المفوضات مكسفة ما بين وزارة الدفاع الروسية وما بين الدولة الإفريقية لأجل توضيح وتواصل إلى تفاهمات حول مصير عناصر مجموعة واغنر على ما يبدو في هذا المطاب هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا طبيعين لوزارة الدفاع الروسية فكل التعاون مع دولة الإفريقية سيأتي عن طريق وزارة الدفاع الروسية وليس عن طريق شركة الخاصة والتي كانت هي شركة فاغنر على ما يبدو أن نحن فقط نرى إعادة هيكلة التعاون بين روسيا ودولة الإفريقية في مجال العسكري فيمكن أن نقول بأن بعض ذلك سنرى استمرار التضريب القوات المحلية والتحليح وحماية المناطق المهمة وإلى ما هناك أي فعلا سيكون هناك تعميق التعاون بين روسيا ودولة الإفريقية نحن نقاط شهادنا خلال الأجهور الأخيرة بأن كان هناك تقوية لتمثيل الروسي في دولة الإفريقية بما في ذلك في مجال العسكري مشكور أستاذ أندروي بقى معي أعود إليك بعد قليل أستاذ محند شقير أرحب بك مرة أخرى يعني برأيك ما هي الدوافع التي جعلت الروسيا يشتغلون وينجزون الآن هذا التحالف الآن خمسة دول ربما يتوسع الأمني والعسكري وهذا الاستعداد الإفريقي كذلك للتعاون مع روسيا بدل التعاون مع أي جهة أخرى أظن أن هذه الخطوة يكون وراءها سببان أساسية السبب أو العام الأول هو نهاية تواجد الفرنس في المنطقة كما تعرفون كان آخر جندي خرج من النيجر في هذا الشهر وبالتالي هذا الفراء الأمني والعسكري الفرنسي أكيد أن روسيا تحاول أن تملأه ولكن بشكل أكثر تنظيما وأكثر قانونيا حبما هو الذي يفسر هذا التحول من شركات مبيل حوثين خاصة إلى إطار عنوني رسمي يكون مبيل هو أن روسيا اختارت الأتماد على هذا الفيرق وهو الذي يذكرنا بالفيادة الفرنسية أختارت هذا النوع من التعامل لكي تكون هناك علاقات مبنية على أسس تنظيمية على أسس أسنية على علاقات بين دول بدل أن تكون علاقات مبين دول وشركات قطاخة وبالتالي أظن أن هذا يأتي إلى حد ما تشبت روسيا بتواجدها القوي داخل منطقة الزاحل خاصة أن هذه المنطقة تعاني من خصاص أمني تعاني من ضعف أمني على مستوى الحدود وربما الدول الإفريقية الخمس الدول الزاحل هي أيضا تحتاج إلى هذا النوع من التعامل لأنها تواجه عدة تحديات أمنية سواء فيما يتعلق بالتنظيمات المتطرفة الجهالية أو فيما يتعلق بمراقبة الحدود أو فيما يتعلق بتكوين وتدريد جيوش أو جيش نظامي قوي له كل إمكانية في مواجهة هذه التحديات طيب الآن برأيك أستاذ محند لو حبينا نفهم منسوب الاستفادة أيهما سيستفيدوا أكثر من الآخر روسيا أم هذه الدول الأفريقية أظن في علاقة الدول ليست هناك مسألة من سيستفيدوا أكثر المسألة هي أن هناك مصلحة مشتركة ما بين الطرفين وهذه المصلحة لا تنزل بميزان إنما تنزل بماذا استفادت كلا الطرفين وأظن أن روسيا ستستفيد بشكل أكبر نظرا لأنها أولا ستعود النفوذ الفرنسي والغربي من جهة وأيضا ستتواجد في منطقة من المعروف أنها هي غنية بطرواتها الطبيعية والمدينية من دعاب ونحاس وغيره بإضافة لهذا لا ننسى لأن تغيير وتجديد استراتيجية للروسية خاصة البحرية تستتبع للدرجة الأولى التواجد بشكل أكبر عبر دول الساحل نظرا لأن التواجد الروسي الآن من منطقة البحر الأسود إلى ليبيا ينطلق ويمتد إلى دول الساحل وبالتالي المسألة هي مسألة استراتيجية كبرى لروسيا للتواجد في المنطقة وتقوية نفوذها خاصة في إطاع هذا التنافس الصيني الأمريكي الروسي بالإضافة إلى هذا الدول الساحل الأكيد في وضعية الحالية التي تواجه أولا انتقادات وتواجه انتقادات العديد من الدول الغربية ستجد في النظام الروسي أو في روسيا العون الأساسي الذي سيمكنها من إقامة وإنشاء جيش أو على الأقل قوات نظامية لها كل إمكانيات لدفاع الحدودها سواء خصوصاً ونحن نعرف حدود رخوات حدود ولكن تبقى حدود رخوات حتاج لها التأميات الثانية وثانية جد قوية وبالتالي أكيد أن الخبرة المنطقة سواء العسكرية أو الأمنية فتساعد هذه الدول على إنشاء هذه القوات مهم جيد جيد نقطة مهمة أستاذ محمد أستاذ أندرو هل فعلا هذه الدول على الأقل الخمسة التي أعلن عنها الآن ويقع الحديث عنها هل فعلا تبحث عن الخروج من تحت العباءة الغربية بزيفة عامة والفرنسية ربما تحديداً بمعنى أنها تسعى إلى بناء نوع جديد من العلاقات الاستراتيجية بعيدة عن التأثير الغربي وباتجاه روسيا ما الذي توفره روسيا يعني ويشكل ربما عامل استقطاب لهذه الدول أكثر من الدول الغربية الأخرى ما الذي تعرضه روسيا على الدول الأفريقية أنا أعتقد أن من بين هذه العوامل توجد هناك الأرضية الصوفيتية وليس سر أن الاتحاد الصوفيتي كان دائماً ضد الاستعمار وكان يؤيد الاستقلال للدول الأفريقية على ما يبدو ومبنياً على هذا التعاون المثمر بين الاتحاد الصوفيتي ودول الأفريقية وتقول دول الأفريقية تذكر ذلك فيجب هناك تطوير في العلاقات بين روسيا وهذه الدول الأفريقية أي روسيا؟ وتدعيماً لكلامك سيد أندرو وتدعيماً لكلامك كان موسى فاكي المسؤول في الاتحاد الأفريقي في القمة الأخيرة في سابوتوسبورغ قال أن روسيا أول دولة قدمت الدعم لأفريقيا في مواجهة الاستعمار والعبودية بمعنى أنه لم تكن دولة مستعمرة لهذه الدول الأفريقية بل قدمت كذلك لهذه الدول ما ساعدها على مواجهة الاستعمار هذا صحيح وإذن إلى ذلك لأننا نمسى أن الاتحاد الصوفيتي قد تهم كثيراً في بناء المصانع والبنية التحتية في مختلفة دولة الإفريقية لذلك مبنين على هذه الخبرة خبرة التعاون بين دولة الإفريقية وموسكو أيام الاتحاد الصوفيتي على ما يبدو سيتم تطوير التعاون في الأيام الحالية فروسيا دائماً تنظر إلى دولة الإفريقية أن يجب أن يكون هناك تعاون معها على أساس مساوات وإحترام المصالح المشتركة فمن هذا يوجد النظر سيكون هناك تطوير هذا التعاون فنعم يوجد هناك حتى يمكن أن أقول طرد النفوذ الفرنسي من كثير وكثير من الدول الإفريقية طيب لكن لما أستاذ أندرو طبعاً دائماً الدول تبحث على مصالحها في نهاية الأمر والذي دفع الأفارقة كما عبارتك أنت أستعملها طرد الفرنسيين من بلادهم هو علاقة الاستغلال أي أن هناك رابح واحد وهو الفرنسا والدول الإفريقية كانت خاسرة عموماً ما الضامن أن لا تتحول روسيا كذلك إلى بعد مدة ربما من معين من الزمن إلى نفس الطريقة والعقلية والمنطق الذي تتعامل به فرنسا الآن خاصة وأنه فعلاً من الحيث البحث أنه روسيا هي المستفيد الأول من خلال هذه العلاقة ثم يأتي بعد ذلك في المرطب الثاني هذه الدول ولكن برغم من فرنسا لا توجد لدى روسيا قدرات لتأثير على العوضاء الداخلية بهذا الشكل في الدولة الإفريقية لا تستطيع روسيا أن تستغل العوضاء في الدولة الإفريقية أي في نهاية المطاف يعني يوجد هناك مصالح المشتركة وتعاون واحترام هذه المصالح المتبادلة ولما هنالك أي فرنسا فرنسا هي دولة المستعمرة وبغض نظر عن كثير من أدولة الإفريقية قد حصلت على استقلال ولكن النفوذ الفرنسي كان كبيراً جداً مثلاً النيجر يعني في النيجر فرنسا اشتارت منها اليورانيوم بالأثار منخافدة جداً ولكن بأثار غير المقبولة فأنا أعتقد أن عندما يتم طارد النفوذ الفرنسي من النيجر فبتبع الحل السلطات الحلية في النيجر لن تبيع اليورانيوم إلى أي واحد بما في ذلك إلى روسيا بهذه العصار المنخافدة فلذلك يمكن أن يكون فاقد هناك تعاون على المبنين على التفاهمات وليس على فكرة الاستغلال هذا مهم جداً أنه فكرة الاستغلال أن لا تكون حاضرة لأنه الفارقة حسسون جداً منها ورغينا حتى الشعب في إفريقيا يشارك في إخراج القوات الفرنسية لأنه فعلاً الضرر وصل إلى الشعب وليس فقط على مستوى رسمي دعني أشرك الآن معي الكاتب المحل السياسي كذلك أستاذ محمود الشياخ مرحبا بك أستاذ محمود وأشكرك على قبل الدعوة والمشاركة سؤالنا حول هذا الفيلق الجديد الذي تسعى روسيا لتشكيله ويبدو رسمياً وقع تشكيله فقد سيقع إعلانه رسمياً ما أهمية مثل هذا الإطار أو هذا التشكيل دعنا نقول بالنسبة لهذه الدول التي انقلبت على النفوذ الفرنسي وتسعى إلى توطيد علاقة مع أي قوة أخرى تعينها تساعدها على يعني الابتعاد والاستقلال تماماً عن النفوذ الفرنسي ما الفائدة التي ستحققها وكيف ستساعد روسيا هذه الدول على تحقيق ذلك بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً على الاستضافة فقط أريد أن نذكر أن هذا الفيلق الجديد لا يمكن أن نسميه جديداً لأنه مجرد فقط تدوير لقوة فاقنار معناها كان موجوداً أصلاً على الأرض كانت قوة فاقنار موجودة كانت في مالي وكانت موجودة كذلك في بركنافاصو وفي النيجر وفي النيجر رغم التعتيم عليها وبالتالي فإنه فقط ما تغير الآن هو هو التسمية أصبح يقال له فيلق بدلاً من مرتزقة فاقنار وأصبح له تابعاً للحرس الروسي وبالتالي فإنه لا تغير على الأرض الأشخاص ما زالوا نفس الأشخاص القوات المتاركة فقط هي تحاول تقنين ما قامت به وكذلك لغسل بعض الأدران وكذلك ما شاب هذا الجسم اللي هو جسم فاقنار من مذابح ومجازر وما قامت به من حقوق الإنسان في دول إفريقية وبالتالي فإنها فقط تحاول أن تقوم ب أستاذ أستاذ محمد محمود يبدو أنه انقطع الخط سنحاول ترتيبه معك أعود لأستاذ محمد شقير فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة هناك حديث على أنه حتى على مستوى الأرقام معهد استوكولم الدولي للسلام يتحدث على أن روسيا تصدر 44% من الأسلحة إلى إفريقيا وقد وصلت إلى هذه النسبة بين عامي 2017 و 2021 هذه الشراكة إذن أستاذ محمد كيف لهذه الدول أن تستفيد منها أن تستثمرها هل يمكن أن نقول أنها تدخل في ما يسمى بتنويع الشراكات هل ستستفيد منها بمعنى آخر أنها توفرها للضغط على قوى أخرى ربما أو لابتزاز قوى أخرى أم أن هناك قراراً في هذه الدول على قرارة أمضتها على هذا الفيلق في التوجه شرقاً بالتجاه روسيا من المعروف أن أي شراكة أثقرية لابد أن تنبني على تنوي الشركات لأن الاهتمام على شريك واحد أو على مدوّد واحد بالتجاه أكيد أنه يؤدي في آخر المطار إلى نوع من الخضور في هذا المزويد وأظن أن الآن دول الساحب بهذه الإمكانية حرية اختيار ما بين عدة دول هناك طبعاً حال الدول الغربية ولكن أيضاً الآن ده مزويد آخر وهو الهياروسيا التي يمكن أن تبعها أو تقتني منها أسلحة قد تحتاجها بربما بأثمان أقل أو بأسعار أقل قد تختار من بين هذه الأسلحة تلك الأسلحة التي تتلائم مع احتياجاتها ومع ترسان العسكرية التي تريد أن تكونها وبالتالي أطل لدول الساحب الآن قرصة ذهبية لكي يختاروا مدينة عدة شركات ونوسيا الآن ربما أحست بهذه الحاجة وتريد أن تمنأ هذا الفرار ليس فقط من ناحية الجيوستراتيجية وإنما أيضا من ناحية تزويد دول ربما في حاجة ناسة إلى الكثير من الأسلحة إلى نوعية خاصة من الأسلحة وأكيد أن الأسلحة الروسية تتشكل بلا شك أحد مكونات ترسان العسكرية لأسلحة الدول التي هي الآن في طور تكوين وإنشاء وتقوية جيشها الذي قلت بأنه يواجه عدة تحديات سواء على مستوى الحدود أو على مستوى تحرك التنظيمات الجهادية إلى آخر وبالتالي أظن أنه هو الساحل أو قادة هو الساحل إذا استغلوا هذه البقية أكيد أنهم سيتفيدون مشكل كبير من هذه الفراق وأنهم ستكون لهم حرية الاختيار والاقتناء ما بين مجموعة من الاسلحة أو ما بين إداء أنواع من الاسلحة وهذا بالطبع لن يكون إلا بفائدة تكوين الجيوشين التي كما قلت تواجهوا الآن تحديات خاصة في منطقة سؤالي من الكثير من عدم التقرار السياسي والأمني والأمني أستاذ شياخ تفضل كنت تتحدث أكمل الفكرة أستاذ محمود هناك استبدال لفاقنار بالفيلة استبدال فقط بالتسمية وليس استبدال في السكن والجسم معناها الجسم العسكري ما زال موجودا الأشخاص لم يتغيروا المسلحون والمرتزق ما زالوا هم لكن الذي تغير فقط هو الإسم أصبح يطلق عليه الفيلة فقط من أجل تقنينه من أجل إعطاء أستاذ أستاذ محمد هذا في حداته مهم جدا أستاذ محمد بمعنى أنه كانت هناك شركة أمنية قرارها مستقل لها علاقات بروسيا أو لها علاقات بالرئيس الروسي أو ما شابه ولكن في النهاية الأمر هي شركة أمنية خاصة لها قراراتها الخاصة الآن الجديد هو أن روسيا الدولة هي التي تدخل في هذه الشراكة وتحول هذه المجموعة من مجموعة مستقلة ذات قرار مستقل إلى مجموعة تابعة للسياسات الخارجية الروسية بمعنى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية هي التي تضع سياسات ومدى ونسبة تحرك مثل هذا الفيلق والتعامل أنت شفت الرئيس الروسي تحدث على حبوب مجانية إلى أفريقيا ذخيرة مجانية إلى أفريقيا تدريب ربما قد يكونوا كذلك مجانين كل هذا الكلام قالوا في القمة الأخيرة الروسية الإفريقية في سان بوتروس بورغ فالجديد هو أنها تحولت إلى جهاز رسمي للدولة الروسية يعبر ويضمن سياستها الخارجية لكن هذا يسيء أيضا إلى روسيا إذا أصبحت تابعة بشكل رسمي للقوات الروسية وللحرس الروسي وتبقنتها روسيا بشكل رسمي معناه أنها ستصبح روسيا مسؤولة عن جميع المجازة التي ترتكبها هذه الجماعات غير المقننة وفاقنار معروفة أنها كانت ما زالت مرتزقة تقوم بمذابح خارج القانون في إفريقيا في ما كان أخرى الآن أصبحت كل ما تقوم به أو كل ما ستقوم به في المستقبل مسؤولة عن روسيا لماذا؟ لأنها تبنتها والعالم سيحاسبها على ذلك لم تعد فاقنار شركة رسمية وإنما أصبح فيلق إفريقي هذا الفيلق تابع لروسيا إذن المحاسبة ستكون تقصي على الأعمال بدلا من أنها لم تكن تحاسبة عليه نعم هذه الفكرة دعني أشرك فيها أو في التفاعل معها أستاذ محمود أشرك أندرو من موسكو يعني هذه الخشة تبقى قائمة أستاذ أندرو أنه فاقنر سجلها ليس ورديا يعني كما يقال سجلها كذلك في حافل بالانتهاكات سجلها داعم حافل بدعم المنقلبين كذلك في بعض الأحيان في المستقبل كما يقول أستاذ شيخ ربما تصبح روسيا المسؤولة عن هذا أم أنه انضمام المجموعة إلى وزارة الدفاع وبالتالي هي رسمية ربما سيغير مسارها ويغير طريقة عملها أنا أعتقد أن التغيير الرئيسي يتعلق بأن لدى الشركة الخاصة كما تفضلتم كان هناك مصالح الخاصة وبغض نظر عن هذه الشركة كان شركة روسية وكانت بالتعاون مع السلطات الروسية حاليا ستكون هناك دولة روسية متمثلة ومتعاونة مع الدول الأفريقية وأنا أعتقد أن يجب أن ننظر إلى هذا التعاون من وجهة نظر المختلفة تماماً كل التنبؤات تقول بأن القرى الإفريقية في قرن 21 سيكون لها نمو نمو الاقتصادي غير المسبوك فكل الأفاق لتقوية المجالات الاقتصادية وتجارية لدولة الإفريقية هذا شيء واضح فلما يبدو روسيا فقط تنظر إلى المستقبل وتدرك تماماً الأفاق لتطوير التعاون مع الدولة الإفريقية فمن هذه وجهة النظر يأتي هناك تشكيل هذا الفيلق الإفريقي للتعاون مع الدولة الإفريقية وعلى كل حال هذا التعاون يأتي ليس بشكل أحادي ليس مع المتمردين روسيا دائماً تقوم بالتعاون مع السلطات الرسمية هذه نقطة مهمة جداً برأي شخصية روسيا لا تطعم المتمردين لا تطعم الإرهابيين لا تطعم أي واحد فقط السلطات الرسمية وكل القرارات كل تعاون مبنياً على تفاهم مع السلطات الرسمية سواء كانت في الأفريقية أو في غير الأفريقية في الدولة الأخرى فلذلك أنا أعتقد أن هناك عوامل مهمة جداً يعني أولاً احترام لقوانين الدولية احترام لسيادة الأدول وكذلك فهم إدراك أن هذه الدولة الأفريقية أصفاق كبيرة جداً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فمن هذه وجهة النظر روسيا تقوم بتطوير هذا التعاون مع الدولة الأفريقية ليس فقط في مجال العسكري ليس عن طريق هذا التضريب وكذلك حرص ومشاركة في العملية القتالية ضد بعض المشموعات المصالحة والإرهابية بل كذلك سيكون هناك تعاون في مجال الاقتصادي في مجال التاقة في مجال حتى النووي في مجال الموارد التبيعية وغير من المجالات واضح أستاذ محند المغرب كذلك له علاقات قديمة جداً مع الاتحاد السوفيتي ثم مع روسيا الاتحادية هناك اتفاقيات موقعة بين الطرفين حديث حتى التبادل التجاري حتى دهاية 2021 زاد بنسبة 42% في المئة مليار و 600 مليون دولار حجم التبادل بين المغرب وروسيا للملتقى الأخير العربي الروسي وقع في مراكش وقد كان مرتباً منذ 2019 يعني في آخر لقاء هل هذا طبيعة العلاقة هذه المتطورة تدريجياً بين المغرب وروسيا ستجعلنا نجد كذلك المغرب على سبيل المثال أحد الدول المشاركة في هذا الفيلق حينما يقع توسيعه مالي على سبيل المثال يبدو فيه اتفاقية مع المغرب لتعاون حتى مشترك ويدخل حتى أمني وتسبح بذلك لهذه الدول أن يكونها منفذة على الأطلسي موجودة مالي جزء مهم في هذا الاتفاق هل ممكن أن نشهد مشاركة مغربية في المستقبل حينما يقع توسيع هذا التحالف أو هذا الفيلق العسكري أظن أن من الضروري تنيئز ما بين بوعدين أساسيين بوعد تعاون المغربي الروسي الذي يعتبر تعاونا تقليديا تدعم منذ الخفصينات إلى الآن سواء الاقتصادي أو الأسكري أو الكجاري إلى غير ذلك وربما حتى الآوينة الأخيرة زاد هذا التعاون لأن هناك مصالح مشتركة بكل طرقين أما المسألة الثانية أو الوعد آخر فأنا أظن بأن المغرب سيندمش أو سيندمش بهذا الفيلق لأن بالنسبة إليه المنتدى الأطلسي أو المبادرة الملكية التي تم الإعلان وأنها كما يتعلق بالمنتدى الدول الأطلسي الأطلسية هذا منتدى اقتصادي بالأساس نعم وربما الخطاب الملكي أو الخطاب الملكي ركزت بالأساس على الضور الاختصادي لحيث أن هذا المنتدى سيفتح المجال لدول ساحب لما فيها مالي وغيرها لكي تجد منفذا للأطلسي ولكي تستطيع أن تصدر مثلا منتجاتها إلى الخارج وبالتالي لا أظن أن هناك علاقة ما بين فيلق الروسي الذي هو أدات عسكرية في وصحي ومسطنة في مبادرة المغربية التي يأخذ أو تستطيع انتصادي وشجاري لا علاقة تلوى البلس لهذا الفيلق وبالتالي أظن هناك تعارض ما بين ما بين طيب لكن هل ترى عنده فيه مكانية للتعاون العسكري إذا كان ما فيش التحاق بهذا الفيلق بشكل مباشر هل هناك فعلا محاولة مغربية لتدعيم التعاون العسكري في إطار ما أشرنا له من البداية تنويع الشركات وعدم الاقتصار على ممول وحيد وسياسة الخارجية للمغرب كانت دائما تركز على ما يسمى الشراكة وما يسمى رابح رابح الشراكة التي تقوم على رابح رابح وبالنسبة للمغرب كانت دائما له هدف أو مبتغى بعيد متوسط بعيد المدى لكي تكون هذه الدول دول ساحل دول مستقرة دول تنعم بالقراء والهدوه لأن كونا هذه الدول توجد في منطقة استراتيجية جيد حساسة أكيد أن أي تأثير على استقرارها لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من التصربات سواء للتنظيمات الإرهابية أو للإجراء إلى آخر وبالتالي المغرب مصمم على أن يتعاون فيما يتعلق بالحفاظ على تقرار دول ساحل خاصة أن بعض هذه الدول تربطها بالمغرب بعلاقات تاريخية وروحية ودينية إلى آخرين إذن المغرب وأن السياسة المغرب تقوم اتجاه الدول بتراك اقتصادية بتعاوي على مستوى تدريب العطر كما تعرفون مجموعة من العطر بما في القيادة الحالية كلها تكونت في الأكاديميات العسكرية ببكناس وبالتالي هناك علاقة جدا وتيقة بين المغرب والساحل ولكن تقوم بالأساس ليس على تدخل شؤون الداخلية ولما تقوم بالأساس على تعاوي وعلى الشراكة وعلى مبدأ رائع جيد أستاذ شياخ برأيك هل ترى أن هذا الفيلق ممكن سنشهد له توسعا خصوصا مع زيادة نسبة أو منسوب الغضب من الأداء الفرنسي وزيادة الدول التي تفكر في الانتفاض على العلاقة مع فرنسا هل هناك إمكانية لتوسيع هذا الفيلق هذا التعاون العسكري مع روسيا في اعتقادي أنه باستثناء ليبيا وحدها لا أعتقد أن الدول الأخرى كالمملكة المغربية كموريتانيا كالجزائر ستجازب بعلاقاتها مع الدول الغربية من أجل روسيا وبالتالي فإنه لن نشد له توسعا خاصة في هذه المردان التي ذكرت أما ليبيا فإن الاجتماع الذي عقد مع حسر من طرف الروس ربما يكون له تكون له نتيجة وهي أن ليبيا قد تتعاون ويكون من بين الدول التي يشملها على الأفضل يعني فقط ليبيا في هذا الإطار الدول الأخرى لا يمكن لا يمكن أن تجازل بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا معناه أنها لم تغامر أبدا بالتحالف مع روسيا طيب لكن هناك دول على سبيل مثال مثل مصر علاقتها قديمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لها علاقة كذلك مع روسيا أحد الدول التي حضرت القمة الأخيرة وهناك حديث حتى على ربما التعاون مع روسيا فلماذا إذا كان عندك علاقة مع أمريكا أو مع فرنسا هذا سيمنع العلاقة فيه شيء يسمو تنويع الشركات والدول على تنماش في هذا المصار هو تنويع هو نوع من التنويع للشركات هو فقط نوع من الضغط على الدول الغربية من أجل حل بها المزيد من حل بها المزيد من الحصول على دعم للدول الغربية نهددهم بأننا نحن سنربط علاقات مع روسيا سنتحالف مع روسيا سنتحالف حتى مع الشيطان من أجل أن يكون هناك ضغط كبير من أجل أن يزيد الدعم العسكري الدعم الاقتصادي بدولنا الضعيفة وبالتالي أنه قد تقوم بعض الدول بحالات استثمارية مثلا التواصل مع الروس في سبيل فقط ليس من أجل التحالف مع الروس وإنما من أجل الضغط على الدول الضغربية وهذا برأيك سيكون سببا في كافيا لمنع مثل هذه الدول من المشاركة أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نعم تفضل شكرا أستاذ محمد محمود شياخ الكاتب والمختص في شهون ساحل والصحراء كنت معي من موريتانيا شكرا جزيلا لك أستاذ أندرو كيف يمكن لروسيا أن تواجه الدول الأخرى المنافسة لها وبقوة سواء دول قريبة منها إيديولوجيا دعنا نسميها كالصين الموجودة وبقوة في أفريقيا أو الدول الأخرى كأوروبا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية والكل الآن يتنافس على أفريقيا على هذه القارة التي ما زالت لم تكتشف ما هي الوسائل التي لدى روسيا الآن للدخول في هذه المواجهة أو هذه الحرب من صحة العبارة ذكرتم نقطة المهمة وذكرتم الدول المنافسة هذا المصطلح المنافسة هو المصطلح دقيق للغاية نحن نعيش في ظروف المنافسة الحرة فلذلك أنا بس أعتقد أنه توجد هناك كثير من المجالات حيث يمكن أن تقدم روسيا خبراتها وروياتها وبعض البضايا بشكل أفضل بكثير مقارنة مع الضولة الأخرى من بينها القامح مواد الغذائية بشكل عام كذلك الأصلحة تدريب خاصة نوع التمرار العملي العسكرية في أوكرانيا روسيا قد حصلت على الخبرة الكبيرة جدا في مجال العسكري ويمكن أن تشارك هذه الخبرة مع الدولة الأفريقية كذلك أنا ذكرت صادقا الخبرة الصوفيتية عندما قامت الاتحاد الصوفيتي بالبناء المفاني في الدولة الأفريقية أي مثلا إذا عودنا إلى مصر في مصر يتم بناء المنطقة الصناعية الروسية فمن هذه المنطقة البضايا المنتجة في هذه المنطقة سيتم بيئها إلى الدولة الأفريقية وإلى ما هناك كثير من المجالات مجال الزراعي مجال الاقتصادي بشكل عام مجال العسكري ما يمكن أن تقدم روسيا خبراتها ويمكن أن تقدم روسيا تشارك روسيا في منافسة الحرة مع الدول الأخرى طيب لكن سألتك عن الوسائل التي بيد روسيا الآن والتي يمكن أن تستعملها في مواجهة هؤلاء المنافسين لأنهم كثير منهم ربما أقدم وأقدر وأقوى حتى اقتصاديا من روسيا ما هي أوراق الضغط التي بيد روسيا لتساعدها على تنفيذ هذه الرؤية الجديدة والتمدد في إفريقيا يعني على سبيل المثال البعض يقول أستاذ أندرو على سبيل المثال للحصر هذا الفيلق لا يمكن أن ينجح وأن يكون له تأثير وأن يتقوى إلا إذا شاركت فيه دولة واسعة ولها يعني إطلالة على البحر المتوسط وهنا يتحدثون عن الجزائر ويتحدثون عن ليبيا الاتفاق ليبيا موجود لكن في جهة حفتر ليبيا ليس هناك حكومة موحدة وليس هناك قرارا موحدا اليوم حفتر موجود غدا قد لا يكون موجود وهذا قد يؤثر بعد ذلك إذا جاءت حكومة ليست على وفاق مع روسيا فقد يعني يفشل كل العملية وبالتالي هل هناك فعلا تفكير روسي في أوراق أخرى تجعل مثل الإقدام على هذا العمل عمل مستمرا ومتواصلا مع في الزمن طبعا لا توجد هناك دمانات لاستمرار التعاون مع دول الإفريقية لفترة الطويلة كما لم يكن هناك مثل هذا دام لم تكن هناك مثل هذه الدمانات بالنسبة لفرنسا ونحن نرى ما حصل مع النفوذ الفرنسي في الدول الإفريقية واستبدال تدريجي هذا النفوذ بين بروسيا بالنفوذ الروسي وبالشراكة الروسية مع الدول الإفريقية لا توجدون كدمانات هذا أمر السياسة وأمر المنافسة الحرة كما ذكرت سابقا لكن في نفس الوقت حاليا نحن نرى توصيع الدور الروسي في أدول الإفريقية فأنا ذكرت عدة المسائلة التي يمكن أن تقدمها الروسيا لأدول الإفريقية ليس فقط في مجال العسكري بل كذلك في مجال الزراعي والاستسادي وحتى النووي جديد روسيا تقوم بتشييد المحطة النووية في مصر فلذلك أنا أعتقد أن جديد أقول نحن في ظروف المنافسة الحرة وروسيا يوجد لها موقف ثابت في إفريقيا والموقف الذي يتواصع مع مرور الزمن برغم من الفرنسو شكرا جزيلا لك أستاذ أندرو أنتيكوف الكاتب والمحل السياسي كنت معي من موسكو أستاذ محندو شغير أختم معك باستشراف نسميه بناء على المعطيات على الأقل المتوفرة الآن ما مستقبل هذا الفيلق كيف تنظر إليه هل له مستقبل فعلا أظن بأن تحويل قوات خاصة إلى الفيلق هذا أظن أهم ضمان لروسيا لكي يتواجد بشكل أكبر وبشكل أكثر تنظيما في هذه المنطقة وأظن أن تكوين هذا الفيلق يظهر على أن روسيا عازمة على التواجد بقوة داخل داخلات الدول على أساس أن تكون لها يكون لها تواجد من جهة وأيضا بطمأنة هذه الدول بأنها لن تتعامل مع قوات خارج السيطرة إنما ستتعاون مع قوات نظامية تتبع لدولة لها مكانتها ولها تنظيماتها وبالتالي هذا ربما سيشجع دول الساحب على الرفع من تعاملها مع هذا الفيل وتعامل مع روسيا من جهة أخرى وأظن أن نحتضر فيها التي تعيش وعتي الدول ربما ستزيد من حدود تواجد الروسي من خلال هذا الفيلق ضمن هذه الدول لأن هذا الفيلق ربما تكوينه وتنظيمه بهذا الشكل يعكس إلى حد كبير أن روسيا تريد أن تضمن مصالحها بشكل أوطأ من خلال هذه التطفية الأسكرية وبالتالي عندما توضع أو عندما يكون هذا الفيلق فهو يكون على أساس رؤية استراتيجية متوسطة أو طويلة المدى وبالتالي أظن أن هذا الفيلق سيكون على الأقل لمدة متوسطة المدى تمتد إلى ربما أكثر من عشر سنوات أو عشرين سنوات لأن هناك حاجة ماست لا لروسيا في الحفاظ على مصالحها ولا للدول والحيادات للحيادات للدول للإسكوين جيشها والحفاظ على حدودها شكرا جزيلا لك أستاذ محند شقير الخبير الأبني والعسكري كنت معي من الرباط الشكر وموصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وغدا بحول الله مشهد جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة